السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الله أقاتكم أبنائي وبناتي بكل خير كيف حالكم؟ أتبدأ أن تكونوا بأتهم صحة وعافية بإذن الله معكم معلمتكم منال صالح الغريب معلمة للمرحلة التأهيلية لطلابي وطالباتي للمتميزين والمتميزات في الصف الأول تأهيلي فأحلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي معي في مادة مهارات رقمية للفصل الدراسي الثالث معنا في درسنا الجداول الإلكترونية إجراء العمليات الحسابية جمع وطرح قوانين التعلم عبر قنوات عين التعليمية من الضروري جدا والمهم أبنائي وبناتي أن نتفق قبل بداية درسنا أو مشاهدة درسنا عبر قنوات عين التعليمية أنه نلتزم بالتعليمات التي اتفقنا على وضعها أولا أختار مكان مناسب للتعلم بعيدا عن الطجيج والتجمعات كن حريصة وتكون ذات معرفة وطلاع بجدولي وأوقات التعلم المباشرة سواء على منصة مدرسة أو معنا عبر قنوات عين التعليمية ثم بعد ذلك والأهم أبنائي وبناتي أستعد بتجهيز ما يلزمني قبل بداية الحصة الدراسية كتابي أقلامي جميع ما يلزمني يكون قريبا مني أستمع إلى درسي بتركيز وأتابع الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص لا رسالة نوجهها إلى أولياء الأمور قبل أن نبدأ الدرس أطلب منهم التواجد أثناء فترة البات تقديم الدعم مساندتكم على تطوير مهاراتكم الرقمية عنوان درسنا الجداول الإلكترونية إجراء العمليات الحسابية جمع وطرح الهدف العام أن يتعرف الطالب والطالبة على العمليات الحسابية في برنامج إكسل أهداف التدريسية الذي أسعى إلى تحقيقها أن يحدد الطالب والطالبة الخلية ثانيا أن يكتب الطالب والطالبة علامة يساوي ثالثا أن يختار الطالب والطالبة الخلية المطلوبة أخيرا أن يكتب الطالب والطالبة العلامة حسب العملية الحسابية المطلوبة إذن بشكل عام نحن نتحدث عن برنامج ألا وهو برنامج إكسل هذا البرنامج ما هو الميزة الذي يتميز بها أنه يمكنني إدخال البيانات يمكنني إنشاء جداول يمكن إجراء عمليات حسابية وبالتالي هو يستطيع إخراجها على شكل رسوم بيانية يعني راح يخرجها لني بشكل صورة راح يعطيني كل هذه البيانات اللي أنا دخلتها راح حولها لي على شكل صورة بيانية يسهل علي قراءة الإحصائيات والأرقام بشكل عن طريق هذه الرسوم البيانية ما هي العمليات الحسابية اللي راح نتعلمها داخل برنامج XL أبنائي وبناتي يمكن إجراء العمليات الحسابية ونستخدم الرموز الآتية هذه علامة جمع ونفس العلامة الجمع اللي إحنا تعودنا عليها علامة الطرح نفس علامة الطرح شكالية عندي في علامة الضارب لاحظت تظهر بشكل نجمة حتى في لوحة المفاتيح راح ندخلها على شكل نجمة علامة القسمة كذلك راح تظهر لي بهذا الشكل لم تعودين على القسمة الضارب كذا عندنا والقسمة تكون بالشكل هذا ولكن خلال الجداول الإلكترونية فإن هذه علامة الضارب وهذه علامة القسمة أبنائي وبناتي لاحظ في المثال الآتي عندي هنا جدول إلكتروني هذا الجدول الإلكتروني لاحظوا هنا رقم واحد في الجدول رقم واحد أبنائي وبناتي عندي هنا المدرسة المدرسة رقم واحد المدرسة رقم اثنين لاحظوا هنا عند العامود A الصف رقم 2 المدرسة عدد طلابها في الفصل ألف عشرة عدد طلاب في فصل باء ماذا؟ عشرة لكن للمجموع لم أظهر نتيجة بعد نفس الشي هنا عند A3 في الخلية A3 المدرسة رقم 2 عدد طلابها في الفصل ألف 12 وعدد طلاب المجموعة أو في فصل باء 13 كيف أقدر أجمع عشان أعرف كم العدد الكلي لهذا الطلاب في المدرسة رقم 1 لاحظوا معي هنا الصيرة أول نقطة أدخل علامة يساوي بعدين أبدأ أعطيها الأمر أدخل أنا علامة يساوي من عن طريق لوحة المفاتح يعني أول نقطة أنا أسويها أدخل علامة يساوي بعدين أبدأ أروح للمؤشر عند عدد الطلاب اللي أنا أبغى أجمعه مع العدد الآخر ورح يعطيني إياها على شكل تشوفوا على شكل الخلائق يقول لي إجمع كأنه يعطي أمر أجمع بين الخلية B2 و C2 بعد ذلك مباشرة راح إذا ضغطت إدخال راح تحول لي إلى العدد الناتج راح يعطيني إياه ألا وهو 10 زائد 10 راح أطاني الناتج وهي 20 لاحظوا ماي الآن راح نجريها أنا وأنتم مباشرة نستعد لاحظوا معي الخطوات حتى بعد ذلك تقومون أنتم بالتدريب عليها لتطبيقها نشاهد معا عندي عدد الطلاب هنا في المدرسة وهنا عندي عدد طلاب الفصل B وهنا المجموع لاحظتم أبنائي وبناتي إذن هنا المجموع ظهر لي في هذه الصيغة لاحظوا في حال أنه قمت بالجمع بين العددين عشرة لاحظوا عندي صار أزرق العدد الثاني الخلية الثانية صار لها أحمر بعد ذلك لاحظوا راح يتحول هنا الناتج ظهر لي الناتج اللي هو رقم 20 عشرة زائد عشرة عشرة يعني لاحظوا هنا أجمع في الخلية الثانية المدرسة رقم 2 B3 جماعة عدد طلاب الفصل ألف أول نقطة لاحظوا مع العدد الثاني راح يظهر للنتيجة لاحظوا ظهرت لي النتيجة 24 أول خطوة إذا بتلاحظون نعيد من جديد لاحظوا أول خطوة أبنائي وبناتي ما هي نشاهد معا أول خطوة أضع دائما علامة يساوي في الخلية وبعدين أدخل راح أول ما أضغط علامة أدخل يساوي أقدر أنتقل للخلية الثانية أختار الخلايا اللي أنا أبغى أجمعهم مع بعض بس عشان أدخل عملية الأمر والصيغة لازم أكون دخلت علامة يساوي شوفوا أول شيء أول شيء وضعت في الخلية لاحظوا هنا دخلت علامة يساوي بعدين مباشر انتقلنا للخلية الأولى حددناها بعدين ننتقل للخلية الثانية تحددت بلون مختلف لأنها تجي بعد صيغة الجمع راح أدخل نفس الشيء أدخل الجمع عن طريق لوحة المفاتيح وأستمر راح يطلع لي الناتج 12 زائد 12 مجرد ما أنا أنقر راح يعطيني هو الناتج هو راح يحسب كأنه آلة حاسبة بدون أي تدخل مني في استخراج الناتج راح يطلع لي الناتج 24 نشوف الحين أستخدم الأسهم في لوحة المفاتيح للانتقال بين الخلايا ويمكن نقرب الفأرة وهذا تحدثنا عنه نقلنا أنه يمكن أني أنا أنتقل بين الخلايا عن طريق الأسهم وإذا أردت الكتابة فأنا أستخدم أضع المؤشر عن طريق الفأرة أبنائي وبناتي هيا نستعد لحل أنشطة الكتاب نأخذ نفس ونبدأ نفتح كتاب المدرسي وننتقل لحل أنشطة درسنا نشاط رقم واحد يقول صل بين العمليات الحسابية والعلامة الخاصة بها أين علامة الجامع؟ العلامة الأولى هي رقم واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة أين علامة الجامع أبنائي وبناتي عند أي رقم؟ أحسنتم عند رقم ثلاثة طيب أبنائي وبناتي علامة الطارح أي عند رقم واحد أحسنتم أبنائي وبناتي علامة معذرة أبنائي وبناتي أبنائي أخطأنا؟ أيضا علامة الجامع توجد عند رقم ثلاثة استخدم القلم للكتابة إذن علامة الجامع موجودة عند رقم ثلاثة أحسنتم علامة الطارح عند أي رقم؟ رقم أربعة ممتاز علامة الضرب عند أي رقم؟ ممتاز أبنائي وبناتي عند رقم اثنان أحسنتم أما علامة القسمة توجد عند أي رقم؟ رائع عند رقم واحد إذن علامة القسمة عند رقم واحد أحسنتم إذن الجامع موجود عند رقم ثلاثة علامة الطارح عند رقم أربعة الضرب عند رقم اثنان القسمة عند رقم واحد نشاطنا الثاني يقول أعطاني جدول قال نحصل على مجموعة طلاب في الصف الأول التأهيلي من المعادلة ماذا؟ طبعا هنا في الكتاب لم تظهر لي الأرقام سأكتبها لكم هنا رقم 1 صف الأول هذا رقم 2 وهذا رقم 3 1 2 3 طبعا نحصل على مجموعة طلاب في الصف الأول تأهيلي من المعادلة ماذا؟ وين موقع الطلاب الصف التأهيلي؟ هنا هذا طلاب صف الأول تأهيلي أبغى أحصل على مجموعهم إذن أجمع رقم كم وكم ها خليه رقم كم أحسنتم B2 مع ماذا؟ مع C2 يلا أين خيار B2 و C2؟ ممتاز أبنائي وبناتي إذن ها هو خيار B2 و C2 رقم 2 من خلالها أحصل على مجموع طلاب صف الأول تأهيلي طيب نحصل على مجموع الطلاب في الصف الثاني تأهيلي من أي معادلة طلاب الصف الثاني تأهيلي ها هنا طلاب الصف الثاني تأهيلي أبغى أحصل على مجموعهم كيف أستخرج مجموعهم؟ أجمع ماذا؟ B ماذا؟ لاحظوا هنا عامود B مع أحسنتم مع صف 3 إذن B3 مع C3 كذلك إذن أين B3 و C3 عند أي خيار؟ واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ أحسنتم خيار واحد أبنائي وبناتي إذن C3 زائد B3 نشاط رقم أربعة ضع علامة صح للعبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة نستطيع إجراء العمليات الحسابية على برنامج ميكروسوفت إكسل نستطيع أن نجري عمليات حسابية طارح جامع ضرب قسمة ما رأيكم صح أم خطأ؟ أحسنتم عبارة صحيحة أستطيع بالتأكيد لأنه جداول الإلكترونية ببرنامج إكسل خاص بالعمليات الحسابية ويدخل العمليات الحسابية طيب العبارة الثانية العمليات الحسابية في برنامج ميكروسوفت إكسل غير دقيقة ما رأيكم؟ تو يوم جمعنا عشرة زائد عشرة ما عطاني عشرين؟ نجمع عشرة معي عشرة وصديقي مع عشرة ريال كم يصير مجموعهم عشرة ريال وعشرة ريال؟ كم يصير معي؟ عشرين، إذن إجابة دقيقة أو غير دقيقة؟ دقيقة وصحيحة مية بالمية، بالعكس هو مثل الآلة الحاسبة إذن هل هو يعطيني إجابات غير دقيقة؟ أحسنتم، هذه العبارة خاطئة بالعكس برنامج ميكروسوفت إكسل والجداول الإلكترونية في إكسل تعطيني عمليات حسابية صحيحة وصلنا أبنائي وبناتي إلى نهاية درسنا من الضروري جدا أن نطبق عملي ما تعلمنا لاحظوا معي الآن خطوات الإدخال أنا الآن أدخل عن طريق لاحظوا أن أضع المؤشر ونبدأ بالكتابة أكتبت المدرسة، بعد ذلك أدخلت الصيغة عدد الطلاب الفصل ألف ثم ندخل عدد طلاب الفصل ألف قلنا وعدد طلاب الفصل با أدخلناها عن طريق أرقام أبغى أطلع المجموع، أول نقطة أدخل علامة يساوي بعدين أروح للأول لاحظوا أن تحدد بلون أزرق اللي هو بي فور بعدين أضع زائد، بعد ذلك أدخل الرقم الآخر عشر أم زائد خمسة خمسة عشر، هل بيعطيني إجابة دقيقة أم لا؟ نشوف أعطاني إجابة دقيقة، صحيحة إنه عشر أم زائد خمسة تصير خمسة عشر طيب قبل أن نختم درسنا نتذكر معاً ما هي العمليات الحسابية؟ هل تظهر بهذا الشكل؟ شكل قوس؟ أم العمليات الحسابية التي اعتدنا عليها؟ الزائد والطرح والضرب والقسمة؟ ما هي الرموز؟ في أي مربع موجودة؟ أحسنتم في المربع الأول هذا يدل على العمليات الحسابية اللي هو الجامع، الطرح، الضرب، القسمة، أبنائي وبناتي أستودعكم الله، والقاكم على خير بإذن الله معلمتكم منال صالح الغريب